أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية لا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون ولا قد رسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت ثمة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعدجون لقالوا إنما السكرة بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وسيناها للنظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مهم بيين والأرض رجدناها وألقينا فيها رواسي وأمتنا فيها من كل شيء معزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا رياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فاصطينكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي نميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من شلصالهم من حميم مسدون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالقهم بشرى من شلصالهم من حميم مسدون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقالوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من شلصال من حميم مسدون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأغذرني إلى عيام بعثون قال فإنك من الممذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأثين أن لهم في الأرض ولأغفي أنكم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاضين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أباب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جهنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا من في صدورهم من غل خادنا على سرورهم متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفوذ الرحيم وأن عذابي هو العذاب الألم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علم قال بشر طموني على أمسني الكبر فيما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكون من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطب غيه المرسلون قالوا إنا ورسلنا إلى قوامهم مجرمين إلا آل الوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنهار من الرابدين فلما جاء آل الوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق لإنا لصادقون فأسر بأهلك بغضع من الليل واتبع أدبارهم لا يلتفت منكم أحد وامدوحي تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر واندابر هؤلاء مقطوعهم مصبحين وجاء آهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفها فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا وولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عائلها سابلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الله كذر الظالمين فاندقمنا منهم إنهما لبإمامي بن مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم عياتنا فكانوا عنها مغرضين وكانوا يمحتون من الجبال بيود النامنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغمى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات العظمى بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيتهم فاصفحي الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك لما متعنا به يزوجا منهما لا تحزن عليه مخفض زناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنستننهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما أمر أعرض عن المشركين إنك بينك المستهدئين الذين جعلون مع الله لا أخن آخر فاستوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق شدرك بما يقولون فاسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سورة محلمكية بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالى عم عشق ينزل الملائكة بالروح من نمره على من يشاء من عباده أن أنزل أنه لا إله إلا نفتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشكون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو غصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دف ومنافق ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل وثقا لكم إلى ولد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال الحمير يتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل منها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ما هال لكم منه شراب ومنه شذر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناف بين كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم سخراتهم بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زراء لكم في الغد مختلفا للغم إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمان طليا وتستخرجوا منه علة عند البصونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في اللغة رواسيا تميد بكم أنهارا وسبدا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين دعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير وحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إلهوا واحدون فالذين لا يؤمنون بالآخر قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرب أن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزر ربكم قالوا وساطي ذو الأولين ليحملوا أعزارهم كاملتان يوم القيامة من أعزار الذين ظلونهم غير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبل فات الله منيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم يقول إن شركاء الذين كنتم دشاقون فيهم قال الذين وطل علم إن الخزي لا رسوعد الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفس فألقوا السلام وما كنا نعمل من سوء بلا إن الله علم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهن مخاردين فيها فلبئس مصر المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنذر ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا بهذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون خاطة ديم تحت رهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تضعفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتم ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فلعد الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يحبط الله جدرب الطاغود فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في اللغة فانظروا فكان عاقبة المكذبين إن تحرز على هداهم فإن الله لا يهدي من يذل ما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حق ولكن أكثر عن الناس لا يعلمون ليبيد لهم الذي يختلفون فيه ولعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا هو أن نقول لخيكم فاكوا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبو أنه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما رسلنا من قبلك الله لجعل نوحي إليهم فاسهلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات الزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مقرب سيئة أن يخصف الله بهم والأوضى ويأتيهم والعذاب من حيث العشور أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخاضف فإن ربكم لرغف الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اللمين والشمائل سجدا لله هم داخرون ولله يسجد ما في السماء ويتمع في اللغض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربكم من فوق ما فعلون ما يؤملون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياها فأرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشقون ليكفروا بما ديناه فتمتعوا بس فتعلمون ويجعلون لما لا يعلمون رصيبا مما رزقناهم تالله لتسلون عما كنتم دفترون ويجعلون لله البلاد سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر حدهم منهم فظل وجههم الصدى وفرقظهم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسره وعلاه وإذا لم يدسوا بالطراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ودلله المثل العلا وهو العزيز الحكيم ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما طرق عليها من دابة ولكن يخرقهم إلى جريب السم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصوى السناتهم الكذب أن لكم الحسنى لا جرما لكم النر وأنهم مفطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيد لهم الشيطان رعما لهم فهو وليهم اللي أم لهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ما أنفى حيابه اللغة بعد موتها إن في ذلك العية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها نسقيكم مما في بطونه من بين فرط وداب لبدا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيد اللعنى يتخذون منه سكرى ورسق حسنى إن في ذلك العية لقوم يعقلون وأوحى ربك لأن نحن نتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلقي سبول ربك ذلولا يخرج من مطونها شراب مختلف ذراده فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلعكم ثم يطفاك ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعني بعض علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملك ديمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون الله جعل لكم من أنفسكم الزادة وجعل لكم من الزادكم منين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم اسقى من السماوات الأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناهم إنا رزقا عسدا ينفخ ويمفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما بكم لا يقدر على شيء وكل على مولاه أينما يوده لا يأتي بخير هل يستفيه ومن يأمر بالعدل هو على صراطه المستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من متون ومهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماع ولا بصار ولا فجة العل لكم نشكرون ألم يروا إلى الطهد مسخرات في جواب السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام ببيوتا باستقفونها يوم الظعلك ويوم إقامتكم من الصافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الله جعل لكم مما خلق الزلالة وجعل لكم من الجبال أكبانا وجعل لكم سرابي لدقيكم الحر والسرابي لدقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذا فلا يخفوا عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين شركوا شركاهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إذا الله يوم إذن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم نبعث في كل أمة شهدا ثم في كل أمة شهدا عليهم من أنفس مجئنا بك شهدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل إحسان إيتاء إذ القربى والنتامى إذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أعزكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعض قوة أنكاسة تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمته أرباب أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لدعلكم أمة وحدة ولكن يدل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا إيمانكم دخلا بينكم فتذل قدفهم بعد ثبوتها وتذوقوا الصورة بما صددتم عن سبيل الله لكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خيذر لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد ما عندكم من عمل صالحا من ذكرنهم فهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنه مجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان عن الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين طلوا له والذين هم به يشقون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس بالرب بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنكم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدود إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا إمنون بآيات الله لا يهديهم الله لهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا إمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إقلام ونكره قلبه مطبئنهم بالإيمان لكن من سرع بالكفر صدران فعليهم غضب من الله ولهم عذاب معظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة من أخسرون لا جرم أنهم في الآخرة من الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجدوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وشبروا إن ربك من بعدها لغفوذ الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يزلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها لسكها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوعي والخاب ما كانوا يصلعون ولقد جاءكم رسولهم منهم فكذبوا فأخذكم العذابهم ظالمون فاكلوا من مرزقكم الله على لهم طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودوا لحم الخير مزير وما هو إلا لغيذ الله به فما أني تطر غير بعض ولا عاد فإن الله فوض الرحيم ولا تقولوا لما تصف عزرتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعا قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفوض الرحيم إن إبراهيم كان أمتا قال لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه جتباه وعداه إلى صراطه المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكمينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمواجرة الحسنة وجادلهم من التي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو علم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا في مثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خيد للصابرين واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم اشتركوا في القناة